خلينا نجاوب على سؤال ما إذا كنت بحاجة لأني ابني برامجي من المصدر ولا لأ من وجهة نظر محددة أنا وهي وجهة نظر المستخدم النهائي للبرنامج المستخدم العادي أنت أنا أي إنسان بده يستخدم هات السوفتوير وليس من وجهة نظر المطور للبرنامج لأنه مطور البرنامج أكيد يعني بشكل بدون ما في داعي للسؤال لازم أنه يبني برنامجه من المصدر أول شي لحتى يقدم للمستخدم النهائي الملف الآبل للتنفيذ البايناري وكمان لحتى يختبر برنامجه يضيف إضافات معينة يعمل عليه الديباكينج فالمبرمج أو المطور هاد ما رح نحكي عنه ما هو موضوع هاد السؤال أو هاد الفيديو طيب قبل ما أقول أنه هل أنا بحاجة لإني ابني برنامجي من المصدر ولا لا لأنه هاد السؤال وخاصة بحالة الناس اللي بتستخدم لينوكس يعني بعد ما يصير في عندك شوية خبرة أو إذا أنت كنت كمستخدم متقدم كpower user فرح تلاقي على طول هاد السؤال عماله يدور براسك أنه خليني ابني هاد البرنامج خليني أعمل عملية compilation طيب ليش أنا ممكن أني يكون مضطر لأني ابني هاد البرنامج في عندي عدة أسباب واحد من الأسباب أنه برنامجي أو البرنامج اللي أنا عمالي دور عليه أو اللي بدي أعمل له compilation ما له موجود على مستودعات التوزيع الفلانية اللي عمالي استخدمها واحد تاني من الأسباب أنه في البرنامج موجود بس في ميزة معينة أو وظيفة معينة ما لها موجودة بالنسخة اللي مطورين التوزيع عملوها لهاد البرنامج يعني بمعنى تاني لنقول أنه أنا في عندي وظيفة أنه بدي يكون في عندي دعم كودك معينة ببرنامج معين والبرنامج اللي موجود على التوزيع على أعمالي استخدمها ما بيدعم هذا الكودك على سبيل المثال مثال ثالث الأغلب يمكن سمع أنه بفي دورة 37 حزمة ميزة اللي هي مسؤولة عن الهاردوير أكسليريشن ما عاد تدعم الكودكس اللي ما في إلها رخصة مفتوحة المصدر بعد في دورة مباشرة أوبن سوسة مشيت بنفس الاتجاه وشالت هاي الكودكس لمغلقة المصدر فأنا بهي الحالة رح كون قادر أني شغل فيديوهات بس رح تشتغل على سي بيو أكسليريشن أو ما أكسليريشن رح تشتغل فقط على سي بيو بدون ما يكون في عندي دعم جي بيو طيب بهاي الحالة ممكن أنه أنا أقول أوكي بدي أعمل عملية كومبيليشن للميزة من السورس لحتى ضيف دعم الكودكس اللي إنشالت حلو هاد الكلام كتير طيب شو هي الأشياء اللي ممكن أنه تواجهني أو اللي لازم حطها بالي قبل ما أقول أنه رح ابني البرنامج إذا أنت كنت عمالك تستخدم Arch Linux ف99.99% أنت مالك بحاجة لأنك تبني أي برنامج من المصدر لأن مثل ما بنعرف نحنا في عنا الأي يو آر على الأي يو آر رح تلاقي أي برنامج ممكن أنه يخطر على بالك وما في عندك داعي لأنك تتفكر أبدا ببناء البرامج من المصدر إذا جينا لأوبن سوزة نفس الوضع أنا في عندي الأو بي إس ليس برنامج التسجيل التسجيل الستريمينق وإنما الأو بي إس اللي هو شبيه الأي يو آر لأوبن سوزة فكمان على الأو بي إس رح لقي أي برنامج بيخطر على بالك ويمكن أكتر من البرامج الموجودة على الأي يو آر طيب أنا بيستخدم غير هدول التوسيعتين أنا بيستخدم أوبونتو على أوبونتو بتدور على PPA إذا كان في عندك PPA خاص بهذا البرنامج أو بيحتوي على هاي الميزة اللي أنت بدك ياها ببرنامجك فروح أضيف ال PPA وسبت النسخة اللي جاي معه على فيدورا أنا في عندي في حال الميزة لنقول على سبيل المثال الميزة رح يصدر منها نسخة جديدة أو مو نسخة جديدة نسخة موجودة على ال RBM Fusion بترجع دعم الكودكس اللي فيدورا حزفتها من المستودعات الرسمية طيب على RBM Fusion ما موجودة عندي هاي البرامج في عندي الكوبر اللي هي عبارة عن مشاريع ما بدي يقول هو شبيه بالAUR وإنما هو شبيه بالPPA كمان في عندي كتير مشاريع كوبر ممكن أن نلاقي برنامجي عليها طيب النقطة الثانية بعد ما خلصنا من موضوع التوزيعة بيجي في عندي موضوع الهاردوير اللي عندي اللابتوب ولا الكمبيوتر اللي عندي اللي عمالي استخدمه هل هو قوي بالمقدار اللي بيسمح لي أني ابني البرنامج من السورس خاصة أنه عملية الكمبيليشن يعني هاي بشكل أساسي بتعتمد على المعالج أنا إذا كان خلينا ننسى الرام أنا إذا كان في عندي معالج بكورين تو كورس وبسرعة ما بتتجاوز اللي 2 جيجا وبيدي ابني برنامج بدي ابني الميسا هلأ أنا عمالي أحكي على الميسا لأنه هاد الهيدلاينز بالفترة الأخيرة الميسا حزمة ضخمة جدا فلحتى ابنيها على معالج بكورين ممكن أنها تاخد مني أربع أو خمس ساعات ما حكيت على الفايرفوكس ما حكيت على الكيرنل ما حكيت على النظام بالكامل فعملية الكمبيليشن بدها معالج قوي وبدها عدد كورات كبير طيب خلصنا من النقطة الأولى خلصنا من النقطة الثانية منيشي للنقطة الأهم ألا وهي هل أنا عندي قدرة أني ابني البرنامج وشوف شو هي الأخطاء اللي عمالها تطلع عندي بكل مرحلة من مراحل البناء وبعدين أعرف كيف أني حل هاي الأخطاء لحتى بالنهاية أحصل على حزمة ممكن أني أستخدمها واحد تنين أنا بعد ما بنيت البرنامج حليت كل المشاكل اللي واجهتني والأيرورز وكل شي تمام والبرنامج يشتغل هل أنا عندي استعداد أني أعمل مينتننس أو صيانة دورية وحدث البرنامج بنفسي كل ما صار فيه إصدار جديد منه ولا لا النقطة الثالثة هل الدوكومنتيشن الخاصة بهذا البرنامج أو الشرح يعني المانولز فيها شرح لك كيفية عملية الكمبيليشن نقطة بنقطة ولا بتعطيني الخطوات ولا بالأساس ما في عندي دوكومنتيشن بالمرة فأنا إذا ما في عندي دوكومنتيشن أكيد ما رح أعرف كيف بدي أعمل كومبيليشن لهذا البرنامج خلينا ناخد على سبيل المثال حسم أو برامج الساكليس مثل الدي مينيو والدي دابليو ام ما في إلها أي دوكومنتيشن أبدا أنت لازم تقرأ السورس كود اللي أنت بالأساس عمالك تحاول أنك تبني لحتى تعرف كيف تبني بس بحالة الساكليس يوتيليتيز يعني عملية البناء هي بغاية البساطة ما فيها أي تعقيد بس الدوكومنتيشن هي أولا وأخيرا أهم شيء بعملية بناء البرامج من المصدر لأن مو كل البرامج بتمبني بنفس الطريقة في عندي برامج بتستخدم الميسن دائما رح يكون في عندي بلدنج سيستم معين لحتى أعمل عملية الكمبيليشن في عندي برامج بتستخدم السي في عندي برامج بتستخدم الميسن في عندي برامج بتستخدم الواف هاي الأمثلة اللي عرضت اللي أنا موجودة اللي أنا بعرفها اللي هالي حالية خاطرة ببالي بس في عندي طرق كتيرة هل البرنامج مكتوب بالراست هل هو برنامج بتم بناءه باستخدام الكارغو هل هو برنامج بايثون فهذا الشي لازم يعطيك صورة عن أنه عملية بناء البرامج من المصدر مالها للكل وبالأساس يعني أنت بالأعمل الأغلب ممكن أنك ما تحتاجها وبالأخير هذا الفيديو أكيد ماله للمستخدم المبتدئ أو للمستخدم العادي اللي ما عنده أي اهتمام أو بس اللي بده يستخدم كموتره هاد بالنسبة للناس اللي فعلا بتحب أنها يعني تدخل بهاي المواضيع يعني أنا شخصيا أنا ما في عندي غير الFFMPG اللي ببنيه من المصدر أما باقي البرامج فكلها أنا بثبت البرنامج من المستودعات وأنسى ليش لحتى ضيع ساعات وساعات وبالأخير يعني أنا بدل ما أني يدخل بكل هاي الخطوات الFFMPG أنا كاتب له سكريبت لحتى يعمل لي العملية بشكل مؤتمة ما في أنا بس بحط اسم السكريبت وهو بيعمل لي إياها يارب بيكون الفيديو عجبكن واستفدتوا منه وبالتقي فيكن بالفيديو الجاية وبأمان الله اشتركوا في القناة